اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نادي دومياط يلعب بالزي الأزرق أما نادي النصر الضيف في حراسة المرمى هو عصام ثروت قدامه اتنم السكين أحمد ربيع بالكميس رقم خمسة وعثمان كيتا المالي بالكميس رقم أربعة يلعب على اليمين محمود صقر بالكميس رقم سبعة وعشرين وعلي يسار أحمد السباعي بالكميس رقم تلتاشر نص الملعب من اتنين من خالد رضا بالكميس رقم اتنين وعشرين وحازم ممدوح بالكميس رقم أربعة وعشرين يلعب في الهاف راية أحمد حسين بالكميس رقم حداشر وحجاج عويس في الهاف ليفت بالكميس رقم واحد وعشرين في الامام اتنين محمد سعيد اللاعب رقم تسعة ومحمد حسن ميدو هدف هذه المجموعة باثناشر هدف بالكميس رقم عشرين كهدف النية لنادي دومياط كابتن مصطفى مرعي اللي بالمناسبة هو موقوف ويحل محله الكابتن أيمن حوال على الخط نظرا لإقالة المدرب العام كابتن إبراهيم العربي أما نادي النصر فغني عن التعريف سيد عيد المدير الفني لنادي النصر كيادة تحكمية للكابتن عوض صعفان حكم ساحة من منطقة إد أهلية بيساعده مساعد أول محمد حسن من منطقة إسكندرية والمساعد الثاني هو عمر فتحي أيضا من منطقة إسكندرية أما الحكم الرابع فهو كريم قد مرداش من منطقة قد أهلية على بركة الله لقاء نتمنى أنه هو يكون كابتن جمال عبد الحميد وكابتن وليد صراح الدين في ضيافة زميل العزيز كابتن فايز ثروة وتكلموا عن اللقاء أنه هو هيبقى فيه أحداث فيه أحداث الشوت الأول نظرا لشعبية الفريقين ونظرا لكوة الفريقين سواء دوميات أو سواء نادي النصر أما نادي دوميات اللي بيحتل المركز الستاشر ونادي النصر بيحتل المركز الأول هناك فارق في المراكز لكن على أرض الملعب نتمنى أن نحن نشوف لك أغير أدي الكرة الركلة الحرة بتتلعب داخل المنطقة وأدي العرضية لكن تخرج خارج الملعب مرة أخرى إلى ركلة ركنية أو توصل على طول عند اللاعب اليمين هادي عياد يلعب على طول هادي الكرة الأمامية أدي الهجوم لصالح نادي النصر اللي مش عاوز يفرط في أي نقطة من نقاط المباراة نادي النصر نادي المتقلق اللي عنده 57 نقطة في المركز الأول من 25 مباراة أدي على طول التماس عند محمود صقر حامل أختام الجبهة اليوم للاعب رقم 27 يتميز كابتن سيد عيد أنه هو بيحافظ على التشكيلة بتاعته دايما الثبتة يغير فيها في حاجات بسيطة جدا زي غياب النهاردة حجاج وغياب محمود القط المساك حجاج غايب بالطرد اللي تورد في سراميكا اللقاء الماضي وحل محله أحمد ربيع أدي الكرة تخرج خارج الملعب إلى إلى الاتماس لصالح نادي دومياط وإحنا سمعين الهتفات من نادي من جماهير نادي دومياط والمحبين لهذه المدينة الجميلة والمحافظة الجميلة محافظة دومياط تتلعب على طول قد الكرة العرضية لكن تخرج برأسية من المالي عثمان كيتا عثمان لعيب مساك مهم جدا عند كابتن سيد عيد بيقدر أن هو يعتمد عليه في جميع المباريات لعب بيلعب بلغة كتالية في الملعب أدي تمشي على طول الكرة ثروباص الأمامي لصالح نادي دومياط لكن تخرج الكرة خارج الملعب إلى ركلة المرمة وزي ما اسمعنا المنديالي كابتن جمال عبد الحميد بما تكلم على طريقة نادي دومياط وقالك أنه بيلعب بتلاتة اتنين تلاتة اتنين زي ما موجود على الورق لكن ممكن كابتن مصطفى مرعي مايلعبش بهذه الطريقة واتكلم كابتن وليد صراح الدين وقالك أنه هي طريقة بيلعب بها كل الأندي سواء نادي تشيلسي اللي بيلعب في الدوري الإنجليزي بهذه الطريقة وكنت اللي بيقدر يقفل بشكل مميز ويقدر أنه متصدر لحد الآن جدول الدوري وكابتن وليد صراح الدين تكلم في حاجتين قال لي أن فيها ميزة وفيها عيب قال لك فيها ميزة أنه لو في حد سريع يقدر يضرب هذه الطريقة أو فيها هو ده العيب أما الميزة أنه بيقدر يقفل بشكل كويس على الثروهات قد نرجع على طول الأحداث اللقاء الكرة تمشي على طول عند نادي النصر في الجبهة اليسرى تتلعب على طول من حجاج اللعب رقم 21 يلعب على طول العرضية لكن توصل عند حارس المرمى الحارس محمد طلبة هل نادي دوميات يحاول أنه هو يسعى للفوز بالثلاث نقاط ويقدر أنه يرفع رصيده إلى 28 نقطة ويحاول أنه يحسن من مركزه ويوصل للمركز الـ 12 من المركز الـ 16 ولا نادي النصر يحافظ على هذا التقدم بعد اللقاء الأمس نادي منتخب السويس أمام نادي مصر اللي انتهى بفوز منتخب السويس بأربع أهداف مقابل هدف هنشوف ده كله مع الوقت المتبك وإحنا بنلعب في الـ 13 من أحداث الشوت الأول أصدقاء المشاهدين والمتابعين اللي لعبت كرة القدم عبر شاشة النهار الرياضة وعممنا اللقاء الآخر وهو اللقاء القناة والسكة الحديد اللي بيقوم في نفس التوقيت وقول لحضراتكم فأقرب توقف على اللقاءات اللي تقوم في نفس التوقيت قدل كرة تمشي على طول في الناحية اليسرى لنادي النصر عند أحمد السباعي اللعب رقم 13 يلعب على طول الكرة الأمامية السباعي تخرج وترجع عند أحمد حسين يلعب على طول أحمد حسين الكرة الأمامية قادي اللامسة وقادي اللعبة وقادي الفاول بيدي كابتن أعوض سعفان لصالح نادي دومياط في نفس هذا التوقيت تقوم لقاءات أخرى القناة بيواجه السكة الحديد زي ما قدام حضراتكم على الشاشة، جمهورية الشبين بيواجه الزرقى، الدخان بيواجه كعرباء الإسماعيلية، البنك الأهلي بيواجه الاتصالات، الشهداء بيواجه المريخ البورسعيدي، سراميكا كيليو باترا بيواجه كوكاكولا، نجوم المستقبل في لقاء في غاية الصعوبة أمام نادي الترسانة، وهذه هي لقاءات اليوم واللقاءات في نفس التوقيت. أصدقاء المشاهدين والمتابعين للعبة كرة القدم عبر شاشة النهار الرياضة، ندعوكم للاستمتاع والمتعة مع لقاءاتنا، تروح على طول الكرة عند أحمد السباعي، حامل أختام الجبهة اليسرى اللعب رقم 13 بيضم عند حازم ممدوح، يلعب على طول الكرة الأمامية حازم في اتجاه محمد سعيد، أدي محمد سعيد، لكن تخرج الكرة خارج الملعب إلى راكلة مرمى لصالح نادي دومياط. نادي دومياط لعب 23 مباراة في خمس لقاءات وتعادل في عشر لقاءات، تهزم في ثمان لقاءات له 17 هدف وعليه 20 هدف، يحتل المركز السادس عشر بـ 25 نقطة، وبالمناسبة له مباراة مؤجلة أمام نادي الشرط. تتلعب على طول الكرة في منتصف الملعب مرة تانية، تروح عند اللعب رقم 24 هو أحمد عوض، أدي أحمد عوض بيتقدم ويعد ويلعب الثروباص الأمامي في اتجاه طرق أبو المعاطي، عاوز يلعب العرضية لكن تخرج على طول الكرة خارج الملعب إلى راكلة روكنية، تخرج الكرة خارج الملعب إلى راكلة روكنية لصالح نادي دومياط، النادي اللي مع الفرق الكبيرة زي ما سمعنا زميل العزيز فايز ثروة تكلم وقال أنه هو تعادل 0-0 مع نادي مصر ثم فاز على نادي السويس 2-1 في السويس ثم فاز على سراميكا بهدفين مقابل لشيء ثم تعادل مع المريخ تعادل سلبي بدون أهداف والهزيمة الكبيرة من الفرق الكبيرة كانت أمام هذا النادي الكبير هو نادي النصر بهدف مقابل لشيء لمروان حمدي الموجود على ضكة البودلاء في هدف في الدقيقة 90 في الطور الأول. ولتمشي على طور الكورة عند محمد سعيد، أدي محمد سعيد وأدي التصويبة من محمد لكن تخرج الكورة خارج الملعب إلى راكلة المرمى وأدي بص كان طالع له أحمد حسين اللعب رقم 11 وأدي قدامنا بيعتذر محمد سعيد لأحمد حسين وبيقول له يعني لو صبرت شوية كنت هبقى أنا طالع في الناحية اليمين لكن هو استعجل وسدد محمد سعيد وتخرج الكورة خارج الملعب إلى راكلة المرمى هناك غيابات كثيرة إلى نادي دميات مؤثرة محمد عزب إصابة حسين حسين طرت في المباراة الماضية وصموا القوسو هدف دميات ثلاثة انذرات غيابات مؤثرة أكيد كابتن مصطفى مرعي عنده مشاكل في الغيابات الكبيرة وهو أيضا غايب كابتن مصطفى مرعي للإيقاف ويدير اللقاء من خارج الملعب توصل الكورة عند حارس المرمى محمد طلبة يلعب على طول محمد طلبة لكن مقطوعة من اللعب رقم 27 محمود سعر أدي السعر في نصف الملعب يلعب عنده حازم ممدوح يمشي في الناحية اليسرى عنده السباعي أدي يا ولد يا لعيب عده وفاته اللعب حجاج خلي بالك من حجاج دا لعب جاي من ودي دجلة وتكلمه عليه بشكل كويس جدا وقاله انه هو هيكون من المواهب الكبيرة في نادي النصر دا كان كلاب كم تنسيد عيد أدي على طول الفاول لصالح نادي دميات لعب عنده 21 سنة اللعب حجاج عويس تتلعب على طول الكرة مرة تانية تمشي في الأمام وقادي الرأسية تخرج من الخطوط الدفاعية تروح مرة تانية لصالح نادي النصر اللي بيحاول انه هو يبني هجمة من الخلف للأمام كالعادة أدي محمد حسن ميدو لعب بالمناسبة عنده 108 هدف في الدرجة الثانية متصدر برصيد 12 هدف لعب محمد حسن ميدو كان قادم من الإصابة كان عنده 10 أهداف لعب ممراتين سجل هدفين تتلعب على طول الكرة الأمامية ترجع مرة تانية للخطوط الدفاعية لنادي دميات 18 دي أصدقاء المشاهدين والمتابعين للعبة كرة القدم عبر شاشة النهار رياضة ولازلت النتيجة التعادل السلب بدون أهداف بالنادي دميات ونادي النصر في الأسبوع السبع والعشرين من دوري الممتازب في نفس التوقيت القناة بيواجه السكة الحديد ولازلت النتيجة التعادل السلب بدون أهداف ونجوم المستقبل يواجه الترسانة في اللقاء لا يقبل القسمة على تنيه نادي نجوم المستقبل اللي بيحتل المركز 11 برصيد 30 نقطة ونادي الترسانة بيحتل المركز 14 برصيد 27 نقطة اللقاء في غاية المتعة في غاية الإثارة موجود عبر شاشة النهار رياضة أيضا ستتبعونه هتتبعوا أصدقاء المشاهدين في وقت قريب بمشيئة الله تتلعب على طول الكرة وتخرج خارج الملعب إلى لمية التماس لصالح نادي النصر عند أحمد السباعي قال حكم اللقاء المساعد الثاني كابتن عمر فتحي إدى الفاول لصالح السباعي نتمنى نشوف إثارة نتمنى نشوف متعة في أحداث اللقاء نتمنى صوتنا يعلى نتمنى نشوف هدف سواء هنا أو هنا ما يفرقش معنا خالص كما علق للمباراة يفرقش معايا خالص مين يسجل لكن يفرق معايا أن اللقاء يكون فيه أهداف يفرق معايا أن اللقاء يكون ممتع يقدر يمتع السادة المشاهدين عبر شاشة النهار الرياضة وكل المتواجدين في ملعب رأس البر بضمياط تتلاعب على طول هذه الكرة التماس تمشي على طول أمامية لكن قال الفاول لصالح هاني غيت اللعب رقم 6 حامل أختام الجبهة اليسرى لصالح نادي دمياط دمياط العريق اللي خرج منه النجوم كبار جدا من أبرزهم السد العالي عصام الحضري ابن كفر البطيخ تتلاعب على طول هذه الكرة الأمامية مرة تانية تمشي برأسية من اللعب رقم 27 عبدالله إبراهيم يلعب عبدالل لكن توصل وترجع عند حارس المرمى وتخرج خارج الملعب إلى رمية التماس قادل للتماس عصمان كيتا اللعب المالي يلعب على طول هذه الكرة الأمامية لكن مع طوعة تمشي عند حازم ممدوح يسلم عند خالد رضا لعب عنده 27 سنة قادم من نادي مصري للتأمين لعيب مميز جدا هو وحازم ممدوح اتنين لعيبة متفاهمين جدا مع بعض يعني من كتر ما هم متفاهمين ومن كتر ان هم لعبوا جميع اللقاءات مع بعض تحس ان هم بيروحوا مع بعض البيت لعيبة فاهمين بعض بشكل كويس جدا من نظرة يقدر حازم ممدوح يعرف خالد رضا ده محتاج إيه يعرف ان هو عايز الباص فين ويعرف ان هو عايز يتحرك بشكل مميز ويقدر ان هو يغطي على حازم ممدوح ويقدر خالد رضا أيضا يكون موجود في الأماكن الأمامية قادل تتلعب على طول الكرة إلى التماس تمشي لصالح نادي دومياط قادي حازم ممدوح يرجع على طول عند السباعي ترجع على طول عند حازم يلعب في منتصف الملعب تعدي من خالد رضا يمشي على طول السباعي مرة تانية في الأمام عند محمد سعيد قادي محمد سعيد المحطة المهمة جدا لنادي لنادي النصر بالمناسبة هو ابن كابتن أحمد سعيد المدير الفني السابق لنادي القناة وهو قادم من القناة الموسم الماضي تتلعب على طول هذه الكرة مرة تانية يلحق هاني غيس عاوز يعدي لكن مع أحمد حسين أدي أحمد حسين اللعب رقم 11 ومعاه محمد يونس اللعب رقم 4 لكن الكرة تخرج خارج الملعب إلا تماس عند اللعب محمود سعيد أيضا من الركائز اللي بيعتمد عليها كابتن سيد عيد يلعب على طول هذه الكرة الأمامية مرة تانية أدي ساق يسلم في منتصف الملعب تمشي عند اللعب رقم 5 أحمد ربيع اللي بيحلم حل حجاج الغائب للإنظار اللي التاني في لقاء السيراميكا كليوباترا اللي انتهى بفوز النصر بهدفين مقابل هدف الأهداف اللي كان سجل محمد حسن ميدو في الديئة 87 وقابله كان سجل محمد سعيد في الديئة 9 وحسني زاكي إلى نادي السيراميكا كليوباترا تتلعب على طول هذه الكرة الأمامية مرة تانية وآدي المحاولات من قبل نادي النصر عاوز يكون هو عنده الأسبقية كالعادة هذه عدي على طوله يفوت اللعب حجاج هذه حجاج يستنى على كرته لكن تعدي تعدي من تحت قدم وتروع على طول عند اللعب هادي عياد اللعب رقم 13 هادي لكن تخرج الكرة خارج الملعب الأمامية التماس لصالح نادي النصر أدي حازم ممدوح ترجع مرة تانية عند السباعي يسلم عند اللعب خالد رضا تمشي على طول القلب الملعب عند أحمد ربيع يلعب على طول أحمد عند محمود صار يسلم على طول محمود أد اللمسة واللعبة اللعبة اللي بيعتمد عليها كابتن سير عيد أنه بيسلم الكرة الأقرب رجل دايما يقول لي لعبته أنك سلم الأقرب زميل لك أدي أحمد حسين عن طريق محمد حسن ميدو اللي هو صلحها لللاعب لللاعب أحمد حسين اللي خدها فيرس تايم مرة واحدة لكن تقلق فيها حارس المرمى محمد طلب أيوة كده بدأ صوتنا يعلى بدأ يكون اللقاء حماسي بدأ يكون في ضغط من نادي النصر على الخطوط الدفاعية لنادي دومياط هنشوف على طول الركلة الركنية لصالح نادي النصر اللي بينفزوها بشكل كويس جدا هنشوف على طول الكرة هتتلاعب إزاي الركلة الركنية اللي هيجي لها اللاعب أحمد السباعي اللاعب رقم 13 يلعب على طول أحمد الكرة خارج الـ 18 لكن ينزل يغطي عبدالله إبراهيم أو اللاعب أحمد ضر اللاعب رقم 8 آدي التماس لصالح نادي النصر تتلاعب على طول أمامية آدي المحطة المهمة جدا اللاعب خالد رضا يلعب على طول عند محمد حسن ميدو ترجع على طول الكرة مرة تانية وآدي المحاولات من جانب نادي النصر ممدوح آدي حازم ممدوح لكن تخرج بين محمد شحتة أحمد ربيع وطرق أبو المعاطي آدي ربيع وابو المعاطي تروح على طول الكرة الأمامية وآدي الهجمة لصالح اللاعب رقم 12 محمد زهران لكن حكم اللقاء عود سعفان بيديله إيه الركلة إيه الحرة لصالح نادي دومياط بدأ نادي دومياط من بعيد يباغت نادي النصر عاوز يسجل عاوز يكون لقلق أسبقية عاوز يحصل على الثلاث نقاط نادي دومياط صراع القاع صعب جدا أصدقاء المشاهدين والمتابعين للعبة كرة القدم عبر شاشة النهار رياضة المركز التسعتاشر الشهداء والتمنتاشر الاتصالات والسبعتاشر الزرقى والستاشر دومياط وخمستاشر الشرقية للدخان والاربعتاشر الترسان بتتكلم في أندية عملاقة في المراكز المتأخرة هذه الكرة تخرج على طول خارج الملعب إلى رمية التماس البنك الأهلي متقدم على المصرية للاتصالات بهدف مقابل لشيء في أحداث الشرط الأول أصدقاء المشاهدين والمتابعين للعبة كرة القدم عبر شاشة النهار رياضة دايما بيجي لنا الجديد من الإعداد المتميز بكيادة الموسوع كابتن محمد باهي والعميد أحمد معتمد والنشيطة آية علي وأحمد حامد والكردي ومش عايزين ننسى حد تتلاعب على طول دي الكرة مرة تانية وقادي تروع عند اللاعب رقم أربعة اللاعب عثمان كيتا وتخرج الكرة خارج الملعب إلى تماس وأيضا تقدم نجوم المستقبل على الترسانة بهدف مقابل لشيء أصدقاء المشاهدين زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة ولازلت النتيجة التعادل السلب بدون أهداف بين القناة والسكة الحديد إذا اللقاء نجوم المستقبل والترسانة هيكون على أحر من الجمر نرجع على طول الكرة بتاعتنا للقاء بتاعنا تمشي على طول الكرة في منتصف الملعب وقادي تصويبة على طول وقادي ممكن الكرة بتاعت نجوم المستقبل يسجلوا الهدف التاني كان موجود معنا على الشاشة لقاء نجوم المستقبل يسجلوا الهدف التاني تمشي على طول هذه الكرة الأمامية دايما لازم نكون متابعين مع حضراتكم أحداث اللقاءات الموجودة معنا على الشاشة واللي بتتلعب في نفس التوقيت تخرج الكرة خارج الملعب إلى تماث لصالح نادي دومياط بنلعب في دياء 27 من أحداث الشرط الأول التعادل السلبي هنا مازال موجود بين دومياط والنصر هادي اللعب رقم 13 هادي عياد يلعب على طول الكرة مرة تانية تمشي عند أبو المعاطي عاوز يعدي لكن مقطوع ترجع على طول من اللاعب رضا خالد رضا يمشي على طول أمامية عند محمد سعيد يحاول أن هو يبدأ الهجمة الكاونتر أتاك السريع لصالح نادي النصر يقف على كورته لكن وقع لوحده خالص محدش لمسه ترجع على طول الكاونتر أتاك لصالح نادي دومياط هل يقدروا أنهم ينفذوا الهجمة المرتدة السريعة هنشوف على طول لكن نادي النصر بيقفل بشكل كويس جدا بيعجبني جدا كابتن سيد عيد المدير الفني لنادي النصر أنه بيقدر يرفل بثلاث لعيبة على كل لعيب من نادي دومياط وعلى جميع الأندية اللي بيلعبها ما بيديش مساحة للفرق اللي بيتلعبوا أنه هما يبقى عندهم أي مكان يلعبوا الباص فيه أو يبدأ أنه هو يعمل كاونتر أتاك بشكل سريع تمشي على طول الكرة خالد رضا أمامية لكن توصل سهلا عند حارس المرمى محمد طلبة حارس مرمى نادي دومياط اللي بيبدأ أنه هو يهدي اللعب محمد طلبة يلعب على طول الكرة الأمامية محمد طلبة تمشي برأسية في المنطقة الأمامية لكن يطلع عثمان أكيتا ترجع مرة تانية في منتصف الملعب أحمد درة يلعب على طول الكرة الأمامية تروح على طول عند أحمد حسين لكن فيه لعيب واقع على أرض الملعب سلامات من نادي دومياط هيروح للكابتن عود سعفان عشان يطمئن على اللاعب اللي واقع على أرض الملعب نادي دومياط احتياطي بتاعه سعيد فتحي عبدالله البلاط متولي رضا محمود عطية شهاب شفيق محمد الزغبي وحسن علي عن ناحية الأخرى نادي النصر الاحتياطي هو محمد مصطفى دخير محمد أحمد سعد أحمد سالم سيكا عبد الرؤوف زيكو وكريم القومي ومروان حمدي صاحب هدف الفوز في الدور الأول أمام نادي دومياط في الديئة 90 دول الاحتياطي للفريقين أقول لحضراتكم أن نادي النصر اللي لعب 25 مباراة فزق في 17 وتعادل في 6 لقاءات وهزم في لقائين لو 42 هدف عليه 18 هدف يحتل المركز الأول برصيد 57 نقطة يسعى للوصول للنقطة لل60 نادي النصر ويبعد بفارق كبير عن نادي مصر اللي بيحتل المركز الثاني برصيد 47 و40 نقطة بعد الخسارة بالأمس أمام نادي منتخب السويس اللي عنده أيضا 47 نقطة وفارق الأهدف فقط هي من من تجعل نادي مصر في المقدمة لكن نادي منتخب السويس عنده لقاء مؤجل أو عنده لقاء باي هو يقدر يكون ما يلعب الـ 26 اللقاء اللي باقي له ممكن يفرق بتلت نقاط عن نادي مصر أدي نرجع على طول لأحداث اللقاء مرة تانية بعد الإصابة اللي كانت حلت بعبد الله إبراهيم اللعب رقم 27 اللي كان واقع على أرض الملعب من نادي دومياط تروح على طول الكرة عند حارس المرمى عصام ثروت يلعب على طول الكرة عند أحمد ربيع أدي أبو حميد يلعب الكرة الأمامية تمشي برقصية عند أحمد حسيني يعديها لنفسه بفنت كويس حكم اللقاء عوض صعفان يدي الفاول حكم متميز جدا حكم هادي حكم عنده ثقة في نفسه عوض صعفان دايما جنب كل كرة وهي دي من مميزات حكم المتميز لازم نساند حكامنا لازم أكيد كل الحكام في العالم بيخطأوا لازم المهم من اللي يتعلم بالخطة أدي على طول الكرة إلى ركلة حرة لصالح نادي النصر واقف عليها حزم ممدوح يسيبها للعب رقم 11 هو أحمد حسين نصف ساعة بالتمام والكمال أصدقاء المشاهدين والمتابعين للعبة كرة القدم عبر شاشة النهار الرياضة ولازال النتيجة التعاود للسلب بين دمياط والنصر هنا في ملعب رأس البر بدمياط لكن على طول أدي الكرة إلى الركلة الحرة الغير مباشرة هل كان فيها تسلل نادي نجوم المستقبل يحرز الهدف الثالث في 30 دقيقة 30 دقيقة نصف ساعة نادي نجوم المستقبل يحرز الهدف الثالث لكن أصدقاء المشاهدين والمتابعين للعبة كرة القدم عبر شاشة النهار الرياضة لازم أذكر حضراتكم أن نادي نجوم المستقبل هو أكتر فريق بيحصل عليه منتادة في هذه الدرجة الدرجة الثانية أو بيحصل عليه الرجوع بعدما يكون متقدم بهدفين يتعادل الفريق الآخر بهدفين يتقدم بتلاتة يرجع الفريق الثاني بتلاتة لو يعني في يوم الأيام قلتوا أنه لو كسب في الشوت الأول 8 أهداف هل ممكن يرجع الفريق الآخر بتمن أهداف هنشوف نص ساعة زي اللقاء الماضي نادي نجوم المستقبل كان متقدم على السك الحديد بتلات أهداف مقابل لشيء واستطاع نادي السك الحديد أن يعود بتلات أهداف واستطاع أنه هو يحصل التعادل في هذا اللقاء ومن قبله المريخ البرصعيدي ومن قبله الشهداء ومن قبله فرق كثيرة أخرى لكن هنشوف على طول الكرة تتلعب عند أحمد ربيع يلعب على طول الكرة الأمامية تمشي لصالح اللعب رقم 21 طارق أبو المعاطي يلعب على طول الكرة الأمامية أدي أحمد حسين أحمد حسين حمل أختم جبها يومنا للصالح نادي الناص اللي عاوز يعدي ويفوت واحد على واحد مع هاني غيث أدي أحمد حسين في وسط اتنين عاوز يعدي أبو حميد لكن مقطوعة منه ترجع مرة تانية الكرة للصالح نادي دوميات الكونتر أدي الكرة على طول من اللعب رقم 24 أحمد عوض يغير ملعب على طول أحمد تروح في الجبهة اليومنا عند محمد يونس اللعب رقم 4 رأس الحرب اللي بينزل على طول محمد لازم يكون موجود في المقدمة وب على طول تصيبة كواية والد على طول هذه الكرة وأدي التألق من حارس المرمى عصام ثروت اللي بيطلع كورته خارج الملعب إلى راكلة روكنية وأدي التقدم اللي كان موجود من نادي دوميات وأدي التألق من عصام صارت نادي القناة تقدم بهدف مقابل شيء على نادي السكة الحديد دايما المتابعة الموجودة معنا عبر شاشة النهار رياضة أصدقاء المشاهدين والمتابعين في كل مكان في نفس التوقيت تقامل اللقاءات كثيرة لكن نحن متابعون معكم في كل وقت وفي كل دقيقة وهنروح للركلة الركنية لصالح نادي دوميات تتلعب على طول العرضية وادة الرأسية لكن تخرج من الخطوط الدفاعية ترجع على طول صالح محمد سعيد يلعب على طول الكرة الأمامية محمد سعيد تمشي أمامية خالد رضا قدل كونتر قدتك بص اللي يقدروا ينفذوها بشكل مميز اللي كان بيتكلم عليه كابتن وليد صلاح الدين هو في الطريقة بتاعة كونتي بتاعة شلسي اللي هو يقول لك انه يقدر يتضرب بسرعة لو فيه لعيب سريع وهدي بالفعل كان فيه اتنين رايحين على المساك الوحيد كان أحمد درة لكن يعمل فاول تيكتيكي ويدعوا تصعفان فاول لصالح نادي النصر يدي على طول فاول لصالح نادي النصر ركلة حرة لصالح نادي النصر هيجيلها المتخصص هو حازم ممدوح دخلين على اخر عشر دقايق من احداث الشوت الاول ولا زنت النتيجة التعادل السلبي بدون اهداف بين دميات والنصر في الاسبوع السبع والعشرين من دوري الممتاز به هادي على طول هنشوف الراكلة الحرة هل حازم ممدوح يلعبها كالعادة من مرة واحدة ولا يلعبها لاحد زميله داخل التمنتاشر هنشوف على طول هادي سابها خالص حازم ممدوح تتلاعب على طول هادي احمد حسين لكن تغبط على طول في الخطوط الدفاعية تيجي في وجه احد اللاعبة سلامات للعب اللي وقع على ارض الملعب اللعب محمد طه اللعب رقم 3 من نادي دميات عاوز اقول لحضراتكم ان الهدف رقم 100 في هذه المجموعة كان من نصيب محمد حسن ميدو لعب نادي النصر كان في مرمى نجوم المستابل اما الهدف رقم 200 كان حسين غنيم لعب نادي الترسانة في مرمى فريق دميات الهدف 300 كان احمد سامير موسى لعب نادي الزرق في مرمى المريخ البورسعيدي اما الهدف الربعمية فكان واقل عبد الفتاح لعب الترسانة في مرمى الكهرباء والهدف 1500 كان بالامس من البنداري مسعد لعب منتخب السويس في مرمى نادي مصر 1436 حصيلة الاهداف في الثلاث مجموعات لازم نشكر الموسوعة الكابتن محمد باه تتلاعب على طول قد الكرة مرة تانية وقادر عرضية وقادر رقصية فيه لكن تخرج تخرج على طول الكرة خارج التمنتاشر وتطلع خارج الملعب الى رمية التماس ادي التماس لصالح نادي النصر هنشوف على طول جاي لها السباعي احمد السباعي لعب رقم 13 يلعب على طول احمد الكرة الامامية لكن تخرج من الخطوط الدفاعية من هادي عياد ترجع مرة تانية عند حازم ممدوح لكن تخرج الكرة خارج الملعب الى تماث ادي التماس لصالح نادي دومياط شوت اول لا يرتكي الى مستوى المكبول من وجهة نظري الشخصي لحد الان ما شوفناش اي حاجة خطيرة على مرمى محمد طلبة او على مرمى عصام ثروت حارس دومياط وحارس النصر لكن نتمنى في العشر دقائق الاخيرة ان احنا نشوف متعة واثارة في اللقاء اذا لم تكن فنشوف في احداث الشوت التاني ادي على طول التدخل وادي الاحتكاكات اللي موجودة في الملعب الحاجات اللي ما بنحبهاش وادي رايح عوض سعفان الحكم رايح على طول عشان يفض الاشتباك ويحذر احمد حسين او يحذر السباع اللي عبر رقم 13 ويحذر هادي عياد وادي بص الروح الرياضية هو رجعوا ويسلموا على بعض وادي دور الحكم في هذه الكرة ان يصفي الاجواء هنروح على طول الركلة الحرة اصدقائي المشاهدين والمتابعين للعبة كرة القدم عبر شاشة النهار الرياضة ولا زال النتيجة التعاود الاسسال ببدون اهداف بين دميات ونادي النصر في الاسبوع السبع والعشرين من دوري الدرجة الثانية المجموعة الثانية اللي يتصدرها نادي النصر برصيد 57 نقط تتلعب على طول هذه العرضية داخلت 18 لكن توصل سهلا في ايد عصام ثروت حارس مرمى نادي النصر ادي عصام ياخد على طول الركلة الحرة وعادي المشاكسات اللي معامل محمد يونس اللعب رقم اربعة لكن الغياب المؤثر الكبير لنادي دميات صامو القوسو بلا شك لعيب مميز لعيب في نادي غز المحلة لعيب في نادي سموحة لعيب بيقدر يسجل لعيب سريع لكن هو نال البطاقة الثالثة في اللقاء الماضي اللي كان امام نادي المريخ اللقاء اللي انتهى بالتعادل السلبي بدون اهداف ادي تتلاعب على طول الكرة وتخرج خارج الملعب الى تماث تمشي على طول الكرة الامامية لصالح نادي النصر ادي للتماث تتلاعب على طول في الامام لكن تخرج ايضا خارج الملعب مرة اخرى والمحاولات من جانب نادي النصر لاستغلال الثغرات اللي موجودة في دفاعات نادي دومياط وايضا محاولات من نادي دومياط لاستغلال نفس الثغرات الموجودة في دفاعات نادي النصر كل مدرب وعارف ازاي هو هيقدر ان هو يختارك الخطوط الدفاعية ودي حاجات معانا الكبير والمنديالي كابتن جمال عبد الحميد ولا يفتأ ومالك في المدينة تتلاعب على طول ادي الكرة الامامية اللي صالح نادي دومياط هل فيها حاجة ما فيقاش اي حاجة خالص ادي ممكن يكون فيها الهدف الاول ودي عثمان كيتا ادي كيتا يرجع ويطلع كرة مهمة جدا كانت ممكن دومياط يتقدم كان ممكن دومياط يسجل يسجل الكرة دي من الانفراد الاخير الانفراد بحار السلمار مع عصام ثروت وحطا تشيب من فوقه كده لكن كان عثمان مغطي ترجع على طول الكرة وقادي الخطوط وقادي الثغرات اللي بتكلم عليها في احداث الشوت الاول تمشي على طول الكرة مرة تانية قادي السباعي قادي سبع السباع عاوز يعد ويفوت لكن يجي من قدامه على طول هادي عياد يرجع على طول مرة تانية لكن حكم اللقاء عاوض اسعفان يدي القرار بالراكة الحرة لصالح نادي دومياط في تسعة وثلاثين ديئة من احداث الشوت الاول والتعادل السلبي ما زال مسيطر على احداث اللقاء تتلعب على طول أدي الكرة الامامية وقادي التغطية بشكل مميز من السباعي أدي عصمان يلعب على طول الكرة الامامية عصمان تمشي لكن تخرج بالخطوط الدفاعية من أحمد درة يلعب على طول مرة تانية خالد رضا عند حجاج أو محمد سعيد تتلع على طول الكرة مرة تانية من الخطوط الدفاعية وقادي المحاولات وقادي الكرة الحائرة الدائرة في منتصف الملعب ترعى عند أحمد ربيع يسلم عند محمود صقر لكن تخرج الكرة خارج الملعب إلى تماس لصالح محمود صقر اللعب رقم 27 يلعب على طول الكرة الامامية محمود صقر وقادي التدخل من أحمد حسين يلعب على طول خالد رضا بوش القدم الخارج اللي بيحاول النواء يتقدم ويلعب الكورس العرضي لكن ما أطوع ترجع مرة تانية تروح لصالح نادي النصر حازم ممدوح يتقدم حازم يستنى على كورته يلعب على طول عند حجاج أدي حجاج واحد على واحد عاوز يعدي هب حجاج يستنى على كورته مرة تانية يلف بجسمه وقادي التصويب لكن تخرج الكرة خارج الملعب إلى راكلة المرمى تتلع الكرة خارج الملعب إلى راكلة مرمى وآخر خمس دقائق أصدقاء المشاهدين والمتابعين للعبة كرة القدم عبر شاشة النهار الرياضة ولزالت النتيجة التعادل السلبي بين نادي دومياط ونادي النصر في نفس التوقيت جمهورية شبين يتقدم بهدف على نادي الزرق يعني معظم اللقاءات سجل فيها أهداف لحد الآن إلا لقاءنا لأمام حضراتكم لكن نتمنى أن نحن نشوف أهداف تمشي على طول الكرة عند ساقر أدي محمود ساقر وهل عوض سعفان إدى القرار بالفعل هو إدى القرار طب هل إدى انذار ما أعتقدش أنه هو إدى انذار الكابتن عوض سعفان قادر جعلنا صوت الجمهور مرة تانية الصوت الممتع بالنسبة لمعلق المباراة تمشي على طول الكرة عند لعب رقم 15 محمد شحتة أدي بص محمد شحتة اللعب اللي مفروض بيلعب في الخطوط الدفاعية وأدى بص كام لعيب داخل الثمنتاشر أدي خمسة لعيبة داخل الثمنتاشر من نادي الدومياط وموجود لعيب على خارج المنطقة أدي ستة لعيبة وأدي هنشوف عوض سعفان بيتكلم مع المهاجمين بيتكلم مع يونس وبيتكلم مع عبدالله إبراهيم بيقول لهم إن أي احتكاج داخل الثمنتاشر هحسب فاول على المهاجمين وأي احتكاج من المدافعين هحسب ركلة جزاء تتلعب على طول الكرة داخل الثمنتاشر وأدي الرقصية وأدي الكرة وأدي الخطيرة لكن تخرج من الخطوط الدفاعية وأدي المطالبة براكلة جزاء لكن عوض سعفان بيقول لعب ما فيهاش أي حاجة تمشي على طول الكرة عند أحمد حسين يطلع على طول اللعب رقم تلاتتاشر هادي عياد هادي عياد اللي أنا شايفه بيلعب في المركز الجبهة اليسر وليس في المركز الجبهة اليومنا زي مجالنا وممكن هاني غس هو اللي يكون موجود النحاة التانية ممكن يكون كابتن مصطفى مرعي بدله أول منزل اللقاء جبهة دي عياد يسار وجاء ويود هاني غس ناحية اليمين تمشي على طول الكرة مرة تانية إلى تماس محمود صقر هادي محمود صقر يلعب على طول الكرة في الأمام عند خالد رضا عاوز يعدي على طول خالد هادي خالد رضا لكن في فاول لصالح نادي النصر وهنشوف في كارت أصفر من نصيب هل من نصيب أحمد درة لعب رقم 8 أو اللعب رقم 12 هو محمد زهران الانزار كان من نصيب اللعب رقم 12 هو محمد زهران والركلة الحرة لصالح نادي النصر من على بعد عشرين يارضا من مرمى الحارس محمد طلبة هادي هنشوف على طول الكرة هيجي لها بالقدم اليسرى السباعي وهادي هنشوف كابتن عوض سعفان رايح للأمن ورايح للجماهير اللي في خلف المرمى بيحذرهم وبيتكلم معاهم عجبني جدا كابتن عوض سعفان مش سايب أي حاجة تعدي دايما موجود ودايما متواجد هادي بيتكلمهم مع الجهات الأمنية والركلة الحرة للصالح نادي النصر واقف عليها اللعب رقم 11 هو أحمد حسين أدي أحمد حسين هنشوف على طول الكرة وآدي العرضية تتلاهب على طول العرضية أرضية لكن توصل على طول داخل المنطقة الأمامية للصالح نادي دومياط تمشي على طول بالكونتر التاكس سريع تتلاهب على طول الكرة في الأمام لكن أطول من لازم أطول من لازم توصل عند حارس المرمى الحارس عصام ثروت ترجع مرة تانية عند عثمان كيتا يلعب في اليسارة عند اللعب السباعي أدي السباعي ينطلق يلعب الكروس العرضي داخل 18 لكن توصل سهل عند محمد طلبة وأدي الاحتكاك اللي كان مع ميدو الهدف ميدو وأدي هنشوف عوض سعفاني هل هيدي انزار لميدو أدي بالفعل يدي انزار لميدو للاحتكاك مع اللعب رقم 15 هو اللعب محمد شيحتة أدي انزار محمد حسن ميدو لعب رقم 10 هدف هذه المجموعة ب12 هدف واللعب اللي قلت لحضراتكم أنه عنده 108 هدف في دور الدرجة الثانية كان انتقل فترة لنادي المقاولون العرب لكن هو بيلاقي نفسه في نادي النصر هو عاشق بالمناسبة لزلتان إبراهيموفيتش اللعب السويدي اللي بيلعب في نادي مانشستر يونيتد هنشوف على طول الركلة الحرة وإحنا بنلعب خلاص في آخر دقيقة في أحداث الشوت الأول أصدقاء المشاهدين والمتابعين للعبة كرة القدم عبر شاشة النهار رياضة وهنشوف إد مرداش الحكم الرابع هيددينا كم وقت محتسب بضل ضائع بناء على إشارة عوض سعفان نتمنى أن نشوف الوقت المحتسب بضل ضائع اللي هو دقيقتين بالفعل قدام حضراتكم على الشاشة دقيقتين وقت محتسب بضل ضائع هنشوف على طول الركلة الحرة كهرباء الإسماعيلية سجل هدف في مرمى الدخان الشرقية للدخان وهدي موقف الشرقية للدخان بيتأزم بيتأزم كهرباء الإسماعيلية اللي قلت لحضراتكم اللي هو في المركز التلاتاشر برسيد سبعة وعشرين نقطة والشرقية للدخان اللي هو في المركز الخمستاشر بستة وعشرين نقطة في كيادة فنية جديدة لأبو بكر فودا اللي كان عامل معهم نتائج هائلة في الموسم الماضي والموسم ما قبل الماضي واستطاع أنه يسعد بيهم إلى دور الترقي لكن إما بعد كابتن أبو بكر فودا نافس الفريق على الهبوط وبيحاول أنه يرجع أنه ينقذ ما يمكن إنقاذه معظم اللقاءات كده سجلت فيها أهداف تتلاعب على طول قد الكرة مرة تانية تمشي في الأمام ترجع عنده عثمان كيتا يلعب على طول كيتا داخل منتصف الملعب داخل الدايرة بتاع نص الملعب لكن يدي الفاول على طول عوض سعفان لنادي دومياط بنلعب خلاص في الدقيقة التانية من الوقت المحتسب بدل اضاع المقدر بدئتين وبيبص في ساعته عوض سعفان نتمنى شوت تاني يكون أفضل شوت تاني نتمنى أنه يكون غير الشوت الأولاني شوت المدربين أنا بس بعضه الكابتن والد صلاح الدين وكابتن جمال عبد الحبيد هيتكلموا في إيه بين الشوتين أمرهم صعب جدا تمشي على طول هذه الكرة مرة تانية هذه أحمد حسين يلعب على طول الكرة في منتصف الملعب عند ميدو ترجع مرة تانية وقادي التدخل وقادي العرقلة وقادي الدينجرس بلي لكن على طول معها صفارة نهاية الشوت الأول أصدقاء المشاهدين والمتابعين للعبة كرة القدم عبر شاشة النهار الرياضة التعادل السلبي بدون أهداف هو المسيطر على أحداث الشوت الأول في انتظار أحداث الشوت الثاني نتمنى أنه يكون لقاء ممتع لا تذهبوا بعيدا لدينا ستوديو تحليلي كابتن فايز ثروة كابتن جمال عبد الحميد كابتن صلاح الدين كان معكم هشام فرحات